بسم الله الرحمن الرحيم وزكاة الفطر هي فريدة على كل مسلم ومسلمة على الكبير والصغير والذكر والأنت والحر وحتى عن الحامل الذي يكون في بطن أمه وقد كان يخرجها عثمان بن عفا رضي الله عن الحامل زكاة الفطر روى عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر ساعة من تمر وساعة من شعير على الكبير والصغير والحر والذكر والأنثى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر هي واحد الصعوة بأربعة أمداد والمد هو بمد الرجل المعتدل ويعني أربعة أمداد على كل فرض وهي فريدة على كل مسلم وحكمتها أنها يعني يحتاجها الفقير والمسكين لكي تغريم في ذلك اليوم لكي يشاركوا الأغنية يعني الفرحة ديها لمدينة العيد وهي طهرة للصائم من اللغوي والرفطي وغير ذلك كما جاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتأى المجالس العلمية وكذلك المجلس العلمي المحلي لوادي الدهب في لجنة إفتاء قد أفتوا بأنها تخرج نقديا لما تجبر الضرر يعني الشاعير الدقيق العادي عشر دراهيم والفرس يعني خمسة درهم والأرز العادي عشرون درهم والأرز الممتاز يعني ستة وعشرون درهم وهي معلقة في جميع المساجد بالداخل يعني في إعلان وهي كذلك من أراد أن لا يخرجها نقدا فليخرجها دقيقا أو أرزا أو غير ذلك كذلك شارع الله وتبارك وتعالى عبادات يعني في هذا في ختام الشيء رمضان وهي التكبير لقوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم والتكبير يكون من ليلة العيد إلى صباح يوم العيد عندما تنتهي الصلاة وكذلك من آداب العيد أن يذهب الإنسان من طريق ويرجع من أخرى وكذلك صيرة الرحيم يعني في يوم العيد يعني وسيرة الرحيم لها قيمة ولها وزنها وكذلك نبارك للأمة الإسلامية ونبارك كذلك لجهة وادي الدهب القويلة بهذه المناسبة العظيمة وبهذه الفرحة الكبرى وهي مناسبة عيد الفطر السعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر